الحقيقة أن السعادة مطلب لكل إنسان يعيش في هذه الدنيا لو سألت أي إنسان مهما كانت ديانته أو جنسيته أو جنسه رجل امرأة عربي غير عربي مسلم غير مسلم الكل سيقول لك أنا أريد السعادة يعني أريد أن أعيش مطمئن القلب هادئ النفس مرتاح البال أريد بهذا الاستقرار النفسي والراحة أريد السعادة الكل يبحث عن السعادة لكن السؤال المهم والجوهري كيف يحصل الإنسان على هذه السعادة ولسيما في خضم هذه الماديات الكبيرة والعجيبة في هذا العصر بالذات الإنسان يعيش الحقيقة في صخب مادي يعني كبير جدا ركزا 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 نعم والإنسان قد يعني لا يعرف أين الطريق وإلى أين يتجه وماذا يصنع فيأتي قول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إذن السعادة عدم الشقاء إنما هي باتباع هدى الله سبحانه وتعالى باتباع كتاب الله باتباع دين الإسلام الدين الصحيح تعليمات الدين أوامر الدين أوامر الله عز وجل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع المأمور اجتناب المحظور في خضم هذه الماديات وشهوات الدنيا وملذاتها والفتن العظيمة السعادة تكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم شكرا